نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب كان أحمد يقول أهدي دعا بيننا وبينكم الجنائز يقول حضينة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ظهور بعض الداعيات بنصح الناس في إذاعة القرآن أو في إذاعة غيرها ينصح ننفسا لا يظهر نمام الناس ينصح ننفسا أول شيء لا يظهر نمام الناس في الرجال كفاية ولله الحمد في وسائل الإعلام في انتفاية نعم لقد ظهرت مطالبات من البعض بضرورة أو لا بد من مشاركة المرأة في مجال الدعوة وأن يكون للنساء أشرت محاضرات تباع في التسجيلات ويقولون إن القول بأن صوت المرأة بأن صوت المرأة عور قول إن شاد حتى إن إذاعة القرآن لمزوها بهذا فاستجابت وبدأ يظهر للنساء كلمات دعوية في البرامج المباشرة ما توجيه فضلتكم تجاه هذا ماذا يقولون في قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هل هذا قول إن شاد الآية قول إن شاد فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولاً معروفاً هذا قول إن شاد نعوذ بالله من الضلال المرأة في التلبية في الحج ما ترفع صوتها السنة أنها تلبي ولا ترفع صوتها هذا من السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة في الصلاة إذا ناب الإمام شيء ما تقول سبحان الله مثل الرجال وإنما تصفق هذا شاد ألا حديث هذه شادة لكن هؤلاء إما أنهم أهل ضلال وزيف وإما أنهم لا يعقلون ولا يدرون أنهم جهال نعم